شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِنَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق الله العلي العظيم في الأيام القادمة تمر علينا ذكرى وفاة أعظم شخصية عرفتها البشرية بل أعظم شخصية حرفها الوجود كله وهي شخصية خاتم الأنبياء محمد وحديثنا في هذه الليلة يدور حول جوانب من عطاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للعالم نتناول بإذن الله تعالى هذا البحث ضمن فصول ثلاثة الفصل الأول حل المشكلة العقائدية الفصل الثاني حل المشكلة النفسية الفصل الثالث حل المشكلة العملي قبل أن نبدأ بالفصل الأول نقدم مقدمة قصيرة وهذه المقدمة هي أن البشرية في تاريخها الطويل ما تخبطت في شيء كما تخبطت في القضية العقائدية أو العقدية ما هو السبب في هذا التخبط السبب في ذلك أن الإنسان يألف معادلات عالم الشهود ويعيش هذه المعادلات قضية العقيدة تتعلق بعالم الغيب بعالم آخر يختلف في معادلاته عن معادلات عالم الشهود هذه المعادلات هذه المعادلات التي تحكم عالم الشهود تؤطر تفكير الإنسان وتوجه تفكيره وتحدد تفكيره فعندما يريد أن يتعامل مع عالم الغيب يتورط في إحدى مشكلتين خطيرتين المشكلة الأولى هي مشكلة التعطيل والمشكلة الثانية هي مشكلة التشبيح يرى أن هذه المعادلات المادية التي تحدد تفكيره لا تنطبق على عالم الغيب فيتورط في إنكار عالم الغيب بالمرح ويقول أين الله ينكر الألوهية وينكر النبوة وينكر وينكر الإمامة وينكر المعاد عندما ذهب الإنسان إلى القمر كان منطق كثير من الشيوعيين أنه ذهبنا إلى القمر ولم نجد الله سبحانه وتعالى إذا كان الله موجودا فأين هو هذا يتعامل مع الحقيقة الإلهية يريد أن يتعامل مع هذه الحقيقة كما يتعامل مع ظاهرة فيتورط في مشكلة التعطيل كما تورط الملايين من البشر في هذه المشكلة هذا الفيلسوف الغربي الملحد الكبير الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى يطرح مشكلة واهية وعلى أساس هذه المشكلة ينكر وجود الله مشكلة نابعة من أنه ألف معادلات عالم الماد هذه هي المشكلة الأولى وهي مشكلة التعطيل المشكلة الثانية هذه المعادلات الحاكمة على عالم الماد تؤطر تفكيره مية مكة ينكر هذه الحقيقة التي تجلت في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وجدانه ضميره لا يسمح له أن ينكر هذه الحقيقة التي هي أكبر حقيقة في هذا الوجود فلا يتورط في مشكلة التعطيل ولكن هذه المعادلات المادية توجه فكرة فيتورط كما تورط المليارات من البشر في مشكلة التشبيح يعتقد أن هناك خالقا وأن هناك إلها وأن هناك عالما وراء عالم الطبيعة ولكن المعادلات التي تحكم عالم المادة يطبقها على عالم الغيب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء من عطاء النبي صلى الله عليه وآله للبشرية على مر القرون وعلى مر الدهور أنه حل هذه المشكلة المعقدة للبشر أنقذهم من مشكلة التعطيل وأنقذهم من مشكلة التشبيح عدنا في الأحاديث راجعوها أن تخرجه من الحدين حد التشبيح وحد التعطيل إذا أردتم أن تلاحظوا كيف أنقذ النبي صلى الله عليه وآله الفكر البشري من هذه المشكلة العقائدية المعقدة العويصة قارنوا القرآن الكريم التوراة الإنجيل ضعوها جنبا إلى جنب الذي يعيش بجنب الفرات لا يعرف عظمة الماء نحن الذين عشنا في أجواء القرآن الكريم في معارف القرآن الكريم لعل الكثير منا لا يعرفون عظمة هذه المعارف ولكن تعرف الأشياء بأضدادها خلوا التوراة وضعوا بجانبها الإنجيل وضعوا بجانبهما القرآن الكريم إهنان تظهر روعة القرآن الكريم ضعوا كتب الفلاسفة ضعوا كتب أفلاطون وكتب سقراط وكتب المشائيين وكتب الإشراقيين والذين اتبعوهم في هذه الأمة لأن هذا الخط لم ينتهي هذا الخط قائم إلى الآن ضعوا هذه المعارف بجانب معارف القرآن الكريم ومعارف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومعارف أهل البيت الذين يمثلون الامتداد الحقيقي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ورثة علم النبي أمير المؤمنين يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب قارنوا هذه المعارف تظهر لكم روعة معارف القرآن ومعارف النبي صلى الله عليه وآله أحد المؤلفين أجرى مقارنة لطيفة ولعلها مبتكرة فيما أعلم نقرأ في القرآن الكريم قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليها الصلاة والسلام تردون تعرفون روعة قضية يوسف في القرآن وضع سورة يوسف في عمود ووضع بجنبها قضية يوسف في التوراة أو الإنجيل آية مقابلها آية طبقا لتعاقب الحوادث التاريخية هذا في العمود الثاني طبعا التوراة والإنجيل المحرفتان وإلا نحن نعتقد بالتوراة والإنجيل ككتابين سماويين ولكن هذه التوراة وهذه الإنجيل الموجودتان الآن لعبت فيهما يد التحريف القصة القرآنية في العمود الثاني القصة التوراة أو الإنجيلية في العمود الثالث ملاحظات واحد عندما يقرأ آية القرآن وآية التوراة والإنجيل يكتشف الفرق الكبير بين معارف القرآن ومعارف هذه الكتب الأنبياء في القرآن الكريم والأنبياء في الكتب المتقدمة هذه ليست كتب هذه معارف يعتقد بها الملايين من البشر حتى هذا اليوم التوراة والإنجيل ليس كتابين تاريخيين انتهيا خط حاكم هذه المعارف معارف حاكمة لاحظوا قضية آدم في القرآن الكريم ولاحظوا قضية آدم في التوراة لاحظوا سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولاحظوا في قبال ذلك القصة التوراة نقرأ في التوراة وسمع صوت الرب الإله يعني آدم وحواء في الجن ماشيا في الجن الله كان يتمش في الجن عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجن آدم وحواء راحوا اختبأوا في الأشجار في وسط الأشجار فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت الله الذي لا يعلم أين آدم قد تصوير لله في التوراة ولاحظوا روعة القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم شلون تصوير في صلاة الغفيل نقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض حركة الحياة إلى الموت وحركة الموت إلى الحياة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حركة الحياة إلى الموت ولا حبة في ظلمات الأرض حركة الموت إلى الحياة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتبها الله لاحظوا عظمة معارف القرآن والتوراة تقول في سفر التكوين في الإصحاح الثاني يقول الله ما يعلم وين آدم فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت في هذه القضية التوراة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الجهل والبخل والكذب والحسد تعالى الله عن ذلك هذا إله التوراة وهذا إله القرآن توراة المحرفة نوح في القرآن نوح نبي عظيم من أنبياء الله سبحانه سورة نوح في القرآن الكريم تجي إلى التوراة في سفر التكوين في الإصحاح التاسع يقول وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعر وتعر داخل خبائه هذه التوراة التي يعتقد بها اليهود ويعتقد بها مئات الملايين من المسيحيين في العالم حتى هذا اليوم نبي يسكر ويتعر داخل خبائه هذا هو نبي القرآن وهذا هو نبي التوراة والإنجيل المحرفتين إبراهيم في القرآن بطل التوحيد عجيب تمجيد القرآن لنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام وآله القرآن يمجد بإبراهيم إبراهيم بطل حتى أكو في الأحاديث قدموه في الصلاة على نبينا كل الأنبياء عندما تصلون عليهم تقولون على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إلا في إبراهيم تقولون عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام طبعا نبينا أعظم من إبراهيم ولكن هذا تقدير لاحظوا القرآن ولاحظوا التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر في قضية مفصلة يقول إن إبراهيم قدم زوجته سار لفرعون بعنوان أنها أخته ليكون له خير بسببها وتحيا نفسه من أجلها واحد شريف سوى هذا العمل فأعطاه 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 فرعون ما أدري غنما وإبلا وشاتا أكو واحد شريف يسوى هذا العمل هذا نبي التوراة نبي اليهود ونبي المسيحيين لا نريد أن نخدش مشاعر اليهود أو مشاعر المسيحيين ولكن هذه كتبهم التي يعتقدون بها لوط نبي عظيم من أنبياء الله تعالى معصوم لا يرتكب خطأ حتى خطأ لا يخطئ مو لا يرتكب ذنب ولكن تعال إلى التوراة في سفر التكوين في الإصحاح التاسع عشر في قضية مفصلة يقول إنه شرب الخمر وزنى ببنتيه الكبرى والصغرى حتى يدوم نسلح من بنتيه هذا لوط الذي يعتقد به اليهود والمسيحيون يعقوب النبي في القرآن الكريم نبي عظيم من أنبياء الله سبحانه وتعالى ولكن تأتي إلى التوراة سفر التكوين الإصحاح السابع والعشرين يقول يعقوب كان مخادع كذاب نبي الله إصحاق كان يريد أن يعطي بركة النبوة لابنه عيسو فجاء يعقوب وانتهز الفرصة عيسو مو موجود وقال له قال لأبيه إنني ابنك عيسو فأعطني بركة النبوة فقال إصحاق الصوت صوت يعقوب قلب شك لطيف قبل كم شهر أحد الإخوة كان جاي من أمريكا كان يقول قسيس مسيحي محاضرته كانت هاي أنه واحد إذا قلب ألهمه بشيء لازم يعمل بإلهام قلبه كل محاضرته هاي كان واستشهد بهاي القضية قلب إصحاق شك قال الصوت صوت يعقوب فألمسني يدك يعقوب قدم إيده شاف يده مشعرة بها شعار فخدع وظن أنه عيسو فأعطاه بركة النبوة هذا نبي الله يعقوب في التوراة وهذا القسيس يقول إذا كان إسحاق يعمل بالإلهام اللي في قلبه ما كان يتورط في هذا الخطأ الكبير أيها المستمعون اعملوا بإلهام قلوبكم هذا النبي حقيقة ولما علم إسحاق بذلك ارتعد ارتعادا عظيما فقال لعيسو قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك إذا إسحاق ما كان يشوف لعين كان ضعيف الله ما كان يشوف هذا شلو النبي من قبل الله اللي تأخذ نبوته بالمك والحيل والخداع أما سليم فراجع الكتب المقدس ففيها العجب العجاب بنى بيتا للأصناع وتمرد على أمر الله وخالف أمر الله اليهود ليش يعملون هذه الأعمال الآن المكر اليهودي على مر التاريخ البطش اليهودي الإرهاب اليهودي ليش هذا من منابع القضية العقائدية لا تقتصر على العقيدة العقيدة قاعدة العمل عندما أنبياء اليهود مجموعة من المخادعين المكارين المحتالين لماذا لا يكون اليهود مخادعين ومكارين ومحتالين لا تظنون العقيدة قضية هينا العقيدة يبنى عليها كل شيء ونختم بالمسيح في الإنجيل على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم يقول في الإنجيل في إنجيل يوحنى في الإصحاح الثاني أن المسيح حول الماء خمرا ليشربه الناس ونختم بالمسيح هذا هو المسيح عنده وذاك هو المسيح في القرآن الكريم روح الله كلمة الله نبي عظيم من أنبياء أولي العازم وأمه صديق فما أعظم حق النبي صلى الله عليه وآله على البشرية هنا أختم هذه المعارف الحق حملها بعد النبي الأعظم صلى الله صلى الله عليه وآله أهل بيته أين المسلمون عن هذه المعارف الموجودة عند أهل البيت الفخر الفخر الرازي في تفسير الكبير عند كلمة لطيفة هذه الكلمة قرأتها قبل فترة طويلة في المجلد الأول في سورة الحمد في الآية الأولى مضمون كلامه يقول اختلف المسلمون في البسملة الآن انتوا لاحظوا صلوات الجماعة المسلمون مختلفون واحد يقرأ واحد ما يقرأ واحد يجهر واحد يخفت يقول هناك الفخر الرازي رأيه فلان كذا ورأيه فلان كذا ورأيه فلان كذا وأما رأيه علي ابن أبي طالب فهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يقول وهذا هو المعتمد عندي رأي علي لقول النبي صلى الله عليه وآله ومن أخذ الدينه من علي فقد هدي إلى صراط مستقيم مضمون كلامه طبعا قبل فترة طويلة أنا شايف كلامه نحن نسأل الفخر الرازي فقط في بسم الله تأخذ رأي علي هذا هو في المعارف الألوهية في قضية النبوة في قضية الإمامة في قضية المعاد لا تأخذ دينك من علي باعتباره باعتباره امتداد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله تدرون تدرون الفخر الرازي ماذا يعتقد تدرون الملايين من المسلمين الآن ماذا يعتقدون لأنه لم يأخذوا دينهم من علي باعتباره امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله لأنهم تركوا أهل البيت لأنهم همشوا أهل البيت أكو هناك تهميش متعمد لأهل البيت تدرون خط الأشاعرة الحاكم ماذا يعتقد في الله ماذا يعتقد في النبي ماذا يعتقد في الإمام يقولون إن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه مشكلة التشبيه يضع السماوات على إصبع هذه السماوات كلها قائمة على إصبع من أصابع الله والأراضين كلها على إصبع ثانية ينزل إلى السماء الدنيا الخطيب قال كما أنزل أنا من منبري درجة درجة ونزل من المنبر هالشكل الله ينزل المسلمون المخلصون يعانقونه في الآخرة يعانقون الله بل يعانقونه في الدنيا هي عقيدة بعض عالم من علماءهم قال أعفوني عن اللحية وكذا في الله واسألوني واسألوني عما وراء ذلك لحية الله ما أعرف شلون طويلة قصيرة مدورة مربعة بس بس غير اللحية وكذا أي شي تحبون اسألوني عن الله الله له وفرة سوداء وفرة الشعر اللي يدل على الأذن هذا يقال له وفرة وشعر قطط يعني مجعد كالأفارق وفي مكان آخر كأنه غلام تركي الله الذي يعتقد وروا أنه اشتكى عينيه فعادته الملائكة والله اللي عندي عين فديوم معين تعطب أيضا فتعوده الملائك وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وإن العرش ليأط من تحته كأطيط الرحل الحديد يصوت وتقارنوا هذه الأشياء بالمعاره الإلهية الموجودة في نهج البلاغ حقيقة النهج البلاغ كتاب مظلوم محمد عبدح يقول مضمون كلامه في مقدمة شرحه على نهج البلاغ سنحت لي فرصة فطالعته في نهج البلاغ لعله كانت أيام غربته فتعجبت هذا نهج البلاغ بحر من المعارف كيف يصور الله سبحانه وتعالى لاحظوا الخطبة الأولى في نهج البلاغ هذه المعارف العظيم في هذا النهج يقول في الخطبة الأولى من أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيما فقد ضمنه ومن قال علام فقد أخلى منه كائن لا من حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء لا بمزايله إلى آخر الخطبة عمق المعارف الإلهية في نهج البلاغ وين من نهج البلاغ أين المسلمون من نهج البلاغ هذه الرواية أنقلها أيضا ونختم بها الموضوع وندع الحديث عن بقية النقاط إلى حديث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الغارات المجلد الأول صفحة 112 يقول دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق اللحامين الإمام كان حاكم شعب يدخل الأسواق يجلس في دكان ميثم التمار يعظ الناس ينصحه فإذا هو برجل موليه ظهره رجل ظهره كان إلى الإمام فقال ذلك الرجل كلا والذي احتجب بالسبعة الواو واو القسم كلا والذي احتجب بالسبعة فقال له أمير المؤمنين يا لحام ومن الذي احتجب بالسبعة من هذا الذي من ظم مختفي وراء السماوات السبعة فقال رب العالمين يا أمير المؤمنين الله فقال أخطأت إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا في القرآن وهو معكم أينما أينما كنتم الله ما مختفي هناك فقال الرجل ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين شنو الكفارة قال قال أن تعلم أن الله معك حيث كنت تغير عقيدك قال الرجل أطعم المساكين قال لا إنما إنما عبارة لطيفة حلفت بغير ربك أنت ما حلفت بالله هذا الذي يحتجب وراء السماوات السابع هذا مو الله هذا مو خالق هذا مخلوق عقلك أحيانا واحد يتصور في ذهن الشيء وهو مخلوق المخلوق وليس هو الخالق هذا المسكين يتصور أن هذا هو خالق بينما هذا مخلوق المخلوق لأن هو مخلوق وهذه الصورة الذهنية مخلوق إله وهذا مو خالق هذا مخلوق المخلوق المعارف الموجودة في نهج البلاغ المعارف الموجودة في الصحيفة السجادية المعارف الموجودة في دعاء عرفة المعارف الموجودة في دعاء كوميل وما أروعه من دعاء هذه حقيقة كنوز لا يملكها الآخرون هذا جانب من عطاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن بعده أهل بيته كامتداد له للعالم أنقذوا البشرية من المشكلة العقائدية وأنقذوا البشرية من الوقوع بين الحدين الخطيرين حد التعطيل وحد التشبيح ونختم الكلام بهذه الرواية المروية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في الكافي في المجلد الثالث صفحة 220 الإمام يخاطب الراوي ويقول له إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله فإن الخلائق لم يصاب بمثله قط أعظم فجيعة حلت بالبشرية هي فجيعة فقد خاتم الأنبياء هذا الوجود المعطاء فقد مثل هذا الوجود أعظم مصيبة حلت بالبشرية على الإطلاق مو البشرية فقط لاحظوا فإن الخلائق لم يصاب بمثله قط مو البشرية فقط الملائكة لم يصاب بمصيبة كمصيبتهم بفقد خاتم الأنبياء الموجودات كلها الخلائق كما يقول العلماء جمع محلى بأل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمزيد من الاستفادة من هذا الوجود الذي هو وجود خير وعطاء وبركة ونعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الفاجعة العظيمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْنِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَافْتَحْ مِنَ الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِي فَالْكَنْزُ عِلْمُكَ حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات لا ليست جائز و قبل ع Eunice يحرق نفقه لك الله اسم اسم لك شكرا